اشتركوا في القناة التي تضمنها الخطاب السامي لجلالته في افتتاح قمة البحرين منوها بدعوة جلالته الحكيمة إلى ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم قضيته العادلة وحقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة مما سيعود بالخير على الجوار العربي بأكمله ورحب المجلس في جلسته الاعتيادية السابعة عشر في دورته الخامسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس رحب بمبادرات مملكة البحرين التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها كما أشهد بالإدارة الحكيمة لجلالة الملك المعظم لأعمال القمة ومتابعة جلالته لتنفيذ قراراتها مما كان له أطيب الأثر في نجاحها منوها في هذا السياق بما اطلع به السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دور كبير لإنجاح القمة العربية وتعزيز مخرجاتها إلى ذلك ثمن المجلس عاليا جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في رعاية بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر المقدسة وما تبدله المملكة الشقيقة من مساع دؤوبة ودائمة لخدمة الحجاج كما أشاد بما تقدمه حكومة مملكة البحرين والبعثة البحرينية للحج من رعاية ودعم للحجاج البحرينيين داعيا في هذا السياق الحجاج البحرينيين إلى الالتزام والتقيد بأنظمة وزارة الحج السعودية وبعثة مملكة البحرين للحج حفاظا على سلامتهم بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر